شهد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص شؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ختم مجريات التمرين الوطني لمكافحة الانسكابات النفطية سواعد المملكة اثنان ونفذت التمرين اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة تنفيذا لتوجهات مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية وقد اطلع رئيس الأمن العام على مرتكزات التمرين المتمثلي في فرضية وقوع تسرب زيتي من أحد الأنابيب النفطية في مرفع شركة نفط البحرين بابكو والتي على إثرها ستقوم الجهات المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل الخطط الموضوعة لمواجهة هذه الحادثة والسيطرة عليها وبهذه المناسبة أكد رئيس الأمن العام على همية التمرين التدريبية التي تسهم في التوعية بالأضرار والمخاطر التي قد تقع نتيجة الحوادث وتسهم في تسليط الضوء على أسس التعامل معها مشيرا إلى الدور الذي تطلع به اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وأضاف بأن تنظيم تمرين سواعد المملكة أثنان يسهم في رفع الوعي العام لدى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة من حيث رفع سرعة الاستجابة ومستويات الجاهزية لدى كافة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية موضحا بأن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في مجال تأمين السلامة العامة منويها بأهمية التوعية التي تعتبر جزءا أساسيا في منظومة العمل الأمني وأكد رئيس الأمن العام اهتمام وزارة الداخلية في تسخير إمكانياتها بالشراكة مع الجهات ذات الشان لمواجهة أي تسرب أو انسكاب نفطي وضبط التجاوزات والمخالفات البيئية معربا عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للبيئة وأكافة الجهات المشاركة على ما أبدوه من التزام تام والعمل بمسؤولية الفريق الواحد من أجل إنجاح مجريات التمرين وخروجه بالصورة المطلوبة استكمالا لطبيعة التمارين التي تم إجراؤها سابقا من أجل التأكد من التغذية الراجعة الآتية من تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى الضارة ولإثبات جدوى الإمكانات الوطنية في حماية السواحل وتنظيفها والتخلص السليم من المخلفات الناتجة عن التلوث البحري إلى جانب تقييم مدى فعالية الاتصال والتنصيق بين الجهات المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية وسرعة استجابتها عند حدوث أي طارئ لا قدر الله اختتمت اليوم مجريات التمرين الوطني لمكافحة الانسكابات النفطية سواعد المملكة بنسخته الثانية الذي استمر طوال ثلاثة أيام بتنفيذ من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة والذي جاء تنفيذا لتوجيهات مجلس الدفاع المدني برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في اليوم الأول أو الثاني كان هناك طبعا على حسب الفرضية الموضوعة أن التسرب في نطاق مرفع بابكو كان هناك تنسيق ما بين وزارة الداخلية المجلس الأعلى للبيئة بابكو وكنا طبعا على مدار الساعة طبعا على اطلاع تام بمجريات الحادث طبعا إلى طبعا انتقالنا إلى المستوى الوطني أو اليوم الثالث وذلك بناء على طبعا كان هناك توقع في اليوم الثاني ولكن تم التأكيد في اليوم الثالث أن هناك طبعا الانسكابة والتسرب طلعا على المياه المفتوحة وتحتاج إلى الجهود الوطنية وعلى ضوء هذا طبعا المعلومة تم تفعيل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث والذي شمل في الحقيقة جميع القطاعات في البلد وكان التمرين قد دارت تفاصيله حول فرضية وقوع تسرب زيتي من أحد الأنابيب النفطية في مرفأ شركة نفط البحرين بابكو والتي على إثرها سارعت الجهات المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية بالتوجه إلى مكان التسرب واتخاذ الإجراءات اللازمة استنادا على ما تم وضعه من خطط لديها الاستطاعة المطلقة بقواعدها المنطقية على مواجهة هذه الحادثة الوهمية والسيطرات عليها كل الفنيين كانوا موجودين من جميع الجهات وزعهم المجلس على فرق كل واحد بحسب تخصصها وكانت توصل لهم المعلومات بشكل مستمر ونتحقق من أن التواصل بين هذه المجموعات والمؤسسات التي يمثلونها تواصل فعال وأن فعلاً كل الجهة قاعدة تنفذ الإجراءات الحماية المطلوبة منها كمما أن السكابات هذه حصلت في البحر فكان دور رقابي أكثر حاجة على حركة السفن لتمر بالقرب من بقع الزيت هذه المفترضة وتحذير السفن التي تبتعد عن المنطقة هذه وكذلك تسهيل عملية نقل المواد والمعدات التي تساهمت في عملية المكافحة للوصول إلى المكان المطلوب هذا كان دورنا بإيجاز وكذلك تأكد من الأرصفة الخاصة أن عندها المعدات المطلوبة واللازمة لمكافحة التلوث البحري التمرين الوطني لمكافحة الانسكابات النفطية الذي تم إجراؤه في ثلاثة مواقع ألا وهي مركز الدفاع المدني في المنامة وفي المركز الوطني لقيادة عمليات مكافحة التلوث الواقع في منطقة سترة إضافة إلى مركز قيادة الحوالث في شركة بابكو كان قد خلص إلى استنتاجات يستفاد منها وتقييمات يستند عليها ونتائج إيجابية حول مستوى الجاهزية العامة ومقدرة الجهات المختصة على ترجمة المبادئ والمفاهيم الأساسية للعمليات المشتركة في إدارة الكوارث على أرض الواقع فضلا عن نجاحه في تدريب الإدارات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ومؤسسات خدمات الطوارئ والجهات ذات الصلة على مواجهة الكوارث التي تحدث بشكل فجائي ناهيك عن التأكد من تفعيل الخطة الوطنية واتباع إجراءات الصحة والسلامة أثناء التطبيق ومعالجة الموقف ضمن الإطار الذي ينسجم مع آلية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والارتقاء بقدرات ومهارات المعنيين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر